نعم قلنا بالنسبة للمقطع الخاص بحل المشكلة فهو يبتزئ من رفرفة العصافير إلى محمية بين أغصانها إذن سأقرأ هذا المقطع رفرفة العصافير نحو شجرة وحطت على أغصانها فخطبها البلبل قائلا إن شارك المنبع قد أخبرنا بسبب حزنك وقد حضرنا لنؤنسك ونربط علاقة صداقة معك قالت الشجرة وكيف أكون صديقة لكم أيها العصافير أردت الحسون هل تسمحين لنا بالإقامة عندك لنستمتع بدفئك وحنانك ونبني أعشاشنا بين أغصانك ونحمي صغارنا بحطنك الكبير وكلما طرنا نرجع إليك لنؤنسك ونروي لك كل ما نشاهده ونسمعه ونغني لك ألحان عدبة أضاف البلبل أحسنت الآن أصبحت الآن عارية وفقدت حلتك الخضراء هيا انتصي ماء المنبع لتورق أغصانك وتستكتف فروحك وتعود لك نظارتك حتى تكون أعشاشك محمية بين أغصانك بين أغصانك إذن هذا المقطع خاص بحل المشكل إذن العصافر وحلت المشكل عندما طلبت من الشجرة أن تبني أعشاشها فوق أغصانها ترجمة نانسي قنقر